انضم إلينا من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب ماذا عن هذه التطورات أحمد في الجنوب اللبناني؟ نعم تحياتي لك في البداية بالفعل الساعات الماضية منذ مساء أمس شهدت تصعيدا كبيرا في الجبهة الجنوبية اللبنانية وذلك بعد قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل في بلدة كربت سلم في الجنوب اللبناني التي تقع على مسافة قريبة من بلدة تبنين علم بأن بلدة كربت سلم لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم استهدافها بغارات جوية إسرائيلية حيث أنها البلدة التي تم اغتيال قيادة في حركة حماس في حزب الله فيها في شهر يناير الماضي وهو القيادة في حزب الله وسام الطويل في شهر يناير عبر استهداف سيارته بمسيرة إسرائيلية مساء أمس أيضا تم استهداف منزل بمسيرة إسرائيلية أطلقت صاروقين مما أصفر عن سقوط خمس قتلى على الأقل وعدد من الجرحة من بينهم ثلاثة نعام حزب الله في بيانات متتالية مساء أمس لم تكن هذه هي الغارات الجوية الوحيدة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعات الماضية كانت هناك غارة منذ قليل على بلدة الهبرية في الجنوب اللبناني وعدد من البلدات اللبنانية الأخرى التي تعرضت إلى قصف مدفعي من قبل مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي في المقابل أعلن حزب الله أنه في التاسعة والربع من صباح اليوم نفذ عملية وأطلق عشرات السواريخ الكاتيوشة باتجاه مستعمرة ميرون التي تقع في الشمال الإسرائيلي علما بأن هذه أيضا ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها حزب الله مستعمرة ميرون السبق على استهدافها ثلاث مرات في أوقات سابقة منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم علما بأن هذه المستعمرة لا يتم استهدافها إلا ردا على عمليات كبرى ينفذها الجيش أو جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني وبالتالي هناك ربما هذه العمليات تنذر بمزيد من التصعيد وخصوصا بعدما سمع قبل قليل دوي إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه هدف عسكرية إسرائيلية سيعلن عنها الحزب في بيانات اللعاقة اليوم نعم يعني استهداف قواعد عسكرية بعينها الجرمق وقاعدة ميرون ووا ما استهدافها حزب الأكثر من مرة في المقابل هناك تحركات إسرائيلية على الحدود الجنوبية اللبنانية أحمد لشن عملية عسكرية موسعة كما يقول قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية هل هناك استعدادات في المقابل من حزب الله ما إذا شنت إسرائيل هذه العملية العسكرية بالتأكيد أكد حزب الله اللبناني أنه مستعد لأي تصعيد على الجمهة الجنوبية اللبنانية معتدرا أن كافة العمليات التي ينفذها تأتي في إطار رد الفعل وفي إطار القاعدة التي تحدث عنها الأمين العام للحزب وهي القاعدة المدني بالمدني والتصعيد مقابل التصعيد وأيضا الدخول في العمق مقابل الدخول في العمق علمان بأن العمق وصل إلى مدى لم يصله من قبل خلال الأيام وخلال الساعات القليلة الماضية عبر عمليات الاستهداف فبالتالي أيضا كان هناك تصريح لافت لرئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله في مجلس النواب النبي محمد رعد حينما قال أن مخازن الأسلحة الخاصة بالحرب المفتوحة مع إسرائيل لم تفتح بعد في إشارة إلى أن الحزب لديها العديد من الخيارات في حال اختيار إسرائيل التصعيد في الجنوب اللبناني والخوض أو دخول مواجهة شاملة مع الدولة اللبنانية في هذا التوقيت وبالتالي هناك بالفعل استعدادات أيضا في الجنوب تحسبا لأي عدوان شامل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني ما التفاصيل حول ما قالت عنه اليونفل بأن قوة مشتركة منها ومن الجيش اللبناني تعرضتها لهجوم إسرائيلي في الساعات الماضية وأيضا هناك حديث عن الرد على هذا الهجوم نعم بالفعل هناك العديد من الدوريات التي تسيرها قوة الأمم المتحدة الموقعة في لبنان اليونفل بالتعاون مع الجيش اللبناني وأثناء سير إحدى الدوريات بالأمس تعرضت إلى نيران أسلحة رشاشة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب في حادث ربما يشكل نقطة تحول رئيسية في العمليات في الجنوب اللبناني كانت على مدار الشهور الماضية دوريات اليونفل ودوريات الجيش اللبناني في أمان عن عمليات القصف وعمليات الاستهداف التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ولكن بالأمس طالت نيران جيش الاحتلال طالت قوات أممية وقوات الجيش اللبناني وهو ما حذرت منه قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وحذرت أيضا من مغبة التصعيد الكبير الذي يجري على الفدود الجنوبية اللبنانية وكما حذرت أيضا من استهداف المدنيين معتبرة أن استهداف المدنيين والأطفال مثل ما حدث على مدار الأسابيع الماضية في جنوب لبنان اعتبرت أن هذا الاستهداف يندرج تحت جرائم الحرب أيضا استهداف القوات الأممية في الجنوب يندرج تحت جرائم الحرب وأيضا يضع دولة الاحتلال الإسرائيلي تحت طائلة القانون الدولي الذي ينص على ضرورة احترام هذه القوات الأممية وخصوصا أن الوظيفة الأساسية لها في الجنوب اللبناني هي حماية الأمن والسلم وأيضا الوظيفة الأساسية لها هي حلقة وصل ما بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي لبحث سبل التهدئة وخفض مستوى التصعيد كما أنها أيضا تقوم بدعم السكان المحليين في الجنوب اللبناني الذين يعانون على مدار الأشهر الماضية جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي دمرت المنازل ودمرت أيضا البنى التحتية ودمرت قطاعات كبيرة من الأراضي الزراعية في الجنوب اللبناني فيما تعلق بسبل التهدئة أحمد هل استقبلت الحكومة اللبنانية أي رد أو ردود فعل من المبعوث الأمريكي بعد زيارته لإسرائيل هل هناك من سبل للتهدئة بين الجانبين بهذه الوساطة الأمريكية والمسائل الأمريكية نعم لما تتلقى الحكومة اللبنانية أي رد من المبعوث الأمريكي أمس هوكشتاين بعد مغادرته إسرائيل رغم أن هناك تفاؤل كبير بالزيارة التي قام بها أمس هوكشتاين للعاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع الماضي ربما هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الجانب اللبناني عن تفاؤل جراء المبادرة التي حملها أمس هوكشتاين إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بيري وأيضا لقائه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاطي وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيفون ولكن في هذه المبادرة رغم أن هذه هي الزيارة السالسة لأمس هوكشتاين منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية في 8 من شهر أكتوبر الماضي ولكنها كانت الزيارة الأكثر جدية وفقا للوصف الذي تحدثت به مصادر مطلعة في عين التينة في مقر مجلس النواب اللبناني عن هذه الزيارة وعن هذه المبادرة فكل هذه الآمال تبددت بعد مغادرة أمس هوكشتاين لإسرائيل دون التوصل إلى أي اتفاق أو إلى أي تسوية علما بأن هذه المبادرة وفقا للمصادر أيضا كانت تتضمن الحفاظ أو ضمان عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى مستوطناتهم في الشمال الإسرائيلي وأيضا عودة النازحين اللبنانيين إلى قرهم وأيضا الشروع في عملية موية شاملة في قرى وبلدات الجنوب اللبناني جراء التي تضررت بشكل كبير جراء تصف الإسرائيلي لهذه البلدات على مدار الشهور الماضية أحمد سنجام ورسل القاهرة الإخبارية من بيروت شكرا جزيلا لك